تنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة عن نظر قضية أحداث مكتب الإرشاد المتهم فيها قيادات تنظيم الإخوان لعدم انتظام المحكمة وعدم قدرة القاضي على نظر القضية كانت المحكمة أمام دائرة أخرى قد تنحت عن نظر القضية لاستشعار الحرج وتم إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت اليوم تأجيل أولى جلسات محكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة وخيرة الشاطر ورشاد بيومي نائبين مرشد العام للجماعة وآخرين في قضية قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد إلى 11 فبراير مع استمرار حبس المتهمين ووجهت نيابة للمتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين السنين والشروع في القتل وحيازة أسلحة ومفرقعات بغرض الإرهاب أثناء أحداث 30 يونيو ترجمة نانسي قنقر